سلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد في كورس الليد هنتكلم الفيديو ده عن الماتيريالز ان ريسورس وده اول فيديو معنا في شابتر ايت شابتر ايت مكون من عدد من الطوبيكس نتكلم اول فيديو عن الوفيرفيو والانتنت نتكلم بعد كده على الكونزورفاشن ازاي ان انا حافظ على الناتج من عملية او حتى الناتج من الناتج نفسه وهم دول التلاتة طوبيكس الرئيسيين عندي خلال الشابتر ده الشابتر بشكل عام يعتبر من الشابتر مش الصعبة وان كان بس هو طوبيك واحد اللي هتلاوه فيه شوية صعوبة هو سليكتينج انفيرمينتل ماتيريالز دوت فيه شوية تفاصيل اما الباقي فهي حاجات كلها هتبقى لوجيك وسهلة جدا وهتبقى اسهل كتير على الناس اللي بيشتغلوا في الكونستركشن اوليهم علاقة بالكونستركشن بشكل عام ولكن هي بس الجزئية بتاعت سليكتينج انفيرمينتل ماتيريالز هيدي اللي فيها شوية تركات هنتكلم فيها ماتيريالز ان ريسورسز اوبر فيو ان انتنت شابتر ايت لكتر وان تنك باوتت هيسكم الاول تفكروا ايه ممكن اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نعمل كونزيرفاشن للماتيريالز او نحنا نختار انفيرمينتل ماتيريالز يعني هما ثلاثة توبكس عايزكم تفكروا في لكل واحدة فيهم حاولوا تكتبوهم دلوقتي في ورقة واللي يجي على بالكم اكتبوه يعني انا مش عايز ان هو الموضوع يبقى لازم يعني تبزروا مجهود كبير بس اتليست الف دماغكو دلوقتي يعني لو فكرتوا شوية كده ان انا ممكن ازاي حافظ على البيلدينج ماتيريالز يعني ايه اصلا ان انا حافظ على البيلدينج ماتيريالز انا بشتري ماتيريال لو بركبها فيعني احافظ بقى طب الماتيريالي انا بشتريها ازاي يجيب واحد ماتيريال يعني ايه محتاجة تفكير ممكن قريدي يكون عندكو خبرة في الموضوع دوت هيبقى سهل طيب ادارة الويست الويست مانجمنت ايه اللي ممكن ينتعمل في الويست مانجمنت الويست مانجمنت على فكرة موضوعه كبير جدا 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 احنا بس هنتكلم على حاجة بسيطة مش هتكلم في التفاصيل المعقدة بتاعته نتكلم بس في الويست مانجمنت فكتبوا اللي انتو وعارفينه دلوقتي وبعدين انيه على السلايد اللي بعده زي ما قلت لكم الشابتر بتاعنا هيتكلم على البيلدينج ماتيريالز وزي ما احنا عارفين ان اي حد ليه علاقة بالدزاين او الكونستركشن عارف ان دوت الفونديشن الرئيسي للمباني والستركتورز هو المكونات اللي انا ببني بيها العناصر المكونات لأي مبنى في بعض الماتيريالز ناتيرلي اكيورين سابستنسز ان مان ميد برولكس في عاجات بتبقى جاهزة من الطبيعة زي ما هي وحاجات بيحصل عليها تعديل وحاجات بتبقى اصلا البني قدم هو العمال يعمل الحاجة بتاعتها كلها حاجات مصنعة وده طبعا بيبقى حسب الريكوارينز بتاعت البنى نفسه الديزاين الاركتكتشرا بتاعي فدوت بيعدلي الستريم كله بتاع المانوفاكتشرينج عملية التصنيع فببدأ اشوف الديزاين بتاعي عمل ازاي ايه اللي مطلوب ان هو يتنفس في الكونستركشن وبناء عليه ببدأ ان انا شوف الماتيريالز دي هجبها ازاي واعملها ازاي طبعا فكرة ان انا اعمل الماتيريال او اجيب الماتيريال كل دوت بيبقى ليه امباكتس كتيرة جدا جدا سلبية على البيئة يعني من اول مرحلة ان انا بتجيب الرو ماتيريال بعد كده بوديها على المصنع بعدين ابدأ ان انا اعمل فيها تغيير وعمليات المانوفاكتشرينج نفسها وبعدين بوديها مثلا لسبلاير او فندر وبعدين بيبدأ ان اوديها السايتس ويعسال عملية الانستوليشن وفيه ترانسبورتيشن كبير جدا في نفسها او ده الستريم كله ده يعني تأثيره كبير جدا جدا على البيئة عشان كده موضوع الماتيريال من المواضيع المهمة احنا بنتكلم على الستريم كله مش بنتكلم على جزئية معينة بس اللي هي بس مثلا لا احنا بنتكلم عليه كله وان كان هو اكتر اكتر جزئية بنركز فيها يعني لما نيجي بعد كده نتكلم فيلي اي بي ان شاء الله في الكورس بتاعلي اي بي هنتكلم على العلاقة الحاجات دي الكريدتس دي بالريلا Life الحاجات اللي بتحصل في الحقيقيه هنلاقي ان معظم الكريدتس الخاصة بالماتيريال وريسورسز معظمها ليه علاقة بالكنستركشن اكتر منها ديزاين كريدتس يعني معظمها كرادتس عشان اقدر ان انا اشتري ماتيريال ما انا وإن كان بيبقى في شوية بوليسيز في حاجات بتكتب في الاسبيكس ولكن الفاينال بتاعي هو الكونستركشن اللي بيبقى في السايت اختيار طبعا الماتيريالز البيئية الساستينابل والانفيرومنتل ده بيأثر بشكل إيجابي على البيئة أو خلينا نقول شان نكون دقيقين شوية هو بيقلل التأثير السلبي هو مش بيعمل حاجة إيجابية للبيئة يعني أنا مش لما اختر ماتيريال مثلا بيئي أو ماتيريال انفيرومنتل يبقى أنا كده بعمل حاجة كويسة للبيئة لأنا بقلل الماتيريال على البيئة وده برضو يعني نقطة مهمة زي ما تكلمنا في الأول على والأسيسمنت اللي أنا بعملها للماتيريال وكل ما رحلو أبدأ أن أدرس المرحلة مرحلة عشان نشوف التأثير السلبي بتاع الماتيريال ده بيساعد بشكل كبير في اختيار الماتيريال برضو هنتكلم على تفاصيل الويست مانجمينت دي الأربعة استراتيجيز الخاصة بالويست مانجمينت رقم واحد واحتمال كبير تجيلكم في الامتحان لما يقول لكم إيه أكتر حاجة ممكن أنها تقلل أو أكتر حاجة مفيدة في الويست مانجمينت أو الاستراتيجي رقم واحد في الويست مانجمينت هي التقليل من المصدر يعني أجيب الماتيريال جاهزة على التركيب يعني لو نشتغل مثلا في سايت بريكاست يبقى بجيب الحاجة بركبها مفيش بقى هادر من كونكريت خلاص ان لو بجيب بريكاست وحطه على طول الحفاظ على الماتيريال اللي موجودة في المباني اللي موجودة المباني القائمة والبرودكت ده أكيد بيحافظ لي أو بيقلل لي بدل ما هشتري متيريال جديدة أنا بياخد الماتيريال اللي موجودة فده برضو بيقلل الحمل على البيئة وازاي الماتيريال دي بتفيد هنا هتبقى بديهية شوية يعني لما نجي نتكلم على طبعا بقلل الاحتياجي اللي الرو ماتيريال كاكستركشن بقى يعني ما بقللش يعني ما بخدش من الماتيريال الجديدة كله بيبقى ممكن ريسايكل ماتيريال رابد لي رينيوبل ماتيريال يعني كلا مع الكنزبت سبار ده ديت مع الوقت مع السلايدز اللي جاي ريديوز كاربون and green house gas emissions طبعا بالقلل ال green house gas emissions اللي طبعا اللي علاقه بالمنفاكترين والتراسبرتاشن وهكذا بقى Selecting sustainable materials that are certified Blugged labeled or harvested in a sustainable way لما هلجي نتكلم على Materials في زين اختارها فبلاقي ان في material certified توردي احضرها مثلا ماخدها شهادة معينة من المنطقة لي عليها باجة مثلا cfc مسلا لعملتها بشكل sustainable كل حاجات دي بتساعدني من ناحية ال sustainable بقلل الكوست اللي ليه علاقة بالاستراتيج بروسسيج ترانس بورتينج الرو ماتيريال الساحات ما بتبقاش موجودة غير في بعض المناكق المناطق بس مثلا في الصين مثلا او في الباكستان مثلا ماربل او حاجة فبجيب الحاجات من حيثت بعيدة جدا فبرضو فيه حاجة اسمها ريجينال ماتيريال انا بجيب الماتيريال من الريجينال اللي انا فيه بعض الاوقات بتكون اغلى بعض الاوقات بتكون ارخص بعض الاوقات المسافات البعيدة بتكون غالية على حسب يعني هو موضوع بيحتاج لما بقى اي ماتيريال طبعا في السايت ممكن انا اعيد استخدامها تاني او ان انا بيعها كويست تدخل بعد كده تاني في المنفاكتورينج ستريم زي الاستيل مثلا ممكن انا بيع بقايا الاستيل لشركات معينة واخد فلوس على الموضاء دوت برضو لما بعد كده المشروع بيخلص فيه حاجات بقى بتتشارع بعد كده يعني انا مثلا لازم هاشتري مثلا لازم هاشتري بشكل عام فلازم انا نعمل للناس اللي عايشين في المبنى ازاي يشتروا عشان كده هو قائم في الاساس على الحاجات دي كلها على ازاي بنعمل للشراء ايه اللي انا ممكن اشتريه في مرحلة ازاي لما اشتري اي حاجة في في تكون الحاجة دي مش بشتري وخلاص ودي شهده طبعا تانية غير احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتاسس لي المبنى اما هي الحاجات اللي بدير بها المبنى وبعد كده في لازم ان هما يفهم يعني يعرفوا ازاي الملحاجة ازاي ان انا بقسم الحاجات يعني مثلا الازاز لوحده البلاستيكس لوحدها كل حاجات دي بتترمي لوحدها ولازم ان هما يبقوا فاهمين ولازم ان انا اديهم كمان يعني انا ما يفعش اقول لهم اعملوا كده وما فيش حاجة موجودة فانا عشان كده من مرحلة لمرحلة لازم باسس لهم وبحطولهم بحطولهم يفط عشان يعرفوا الاماكن للحاجة فين وبحطولهم دول او في حادات معينة سهلة الوصول لها بكمان لازم ان انا اخلي الموضوع سهل على الناس اللي بتيجي تاخدوا من فاش ان هما يجوا ياخدوا الواست ما يعرفوش ياخدوه فبرضو كل الحاجات دي بتقوم متضبطة في الديزاين الكونستركشن ماتيريالز ان ريسورس انتنت هتلاقوا نفس الكلام برضو رديوس دي امونتو ماتيريالز نيدد اقل الماتيريالز اللي انا محتاجها هنستخدم ماتيريالز لس امباريمنتل ايمباكت ضرررها البيئي قليل رديوس ان مانجد ويست ان انا ادير العبالية الواست وان اقلل بشكل عام الواست اللي طالع عندي من الماتيريالز اللي انا بستخدمها في السايت الكونسبت والستراتيجيز اللي هنتكلم عنهم عندنا ثلاثة كونسبت رأسيين الكونزورفاشن اف بلدين ماتيريالز ان برودكتس سليكتين انباريمنتل ماتيريالز والويست مانجبنت ان شاء الله هنبدأ الفيديو الجاي نتكلم على الكونزورفاشن اف بلدين ماتيريالز وهو مش صعب وصغير هيكون فيديو صغير ولطيف جدا وانش اي حاجة صعبة نتكلم على دول الاربع الاندي الخاصة بموضوع سهلين و سهلين جدا معنا وفيهم اي مشاكل فاشوفكم ان شاء الله كده الفيديو الجاي الفيديو البعض هو اللي هيكون طويل شوية عشان هو ده التقل كله في الشابتر ده وهيكون اكتر حاجة فيها شغل الشابتر دوت هو فيديو بتاع Selecting Environmental Materials اما الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى فيديو بسيط شكرا ونشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم